بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في الدرس الثالث والعشرون بكرس الميكرو كنترولر STM32 المعتمد لعنوات ARM Cortex M4 في الدرس النهاردة هنشوف أمثلة على RCC Reset & Control هنشوف ازاي نقدر نعمل configuration للPL clock و هنشوف ازاي نقدر نستخدم مصدر الريسيت و ازاي نقدر نستخدم CMSIS علشان نقدر نعمل software reset في البداية هنعمل مراجعة بسيطة على المرة اللي فاتت أولا عندنا الريسيت فيه منه ثلاث انواع System Reset, Power Reset, Packup Domain Reset بالنسبة لي System Reset فيه خمس مصادر ممكن من خلالهم نقدر نعمل System Reset اولا عن طريق Low Level على NRST Pin او عن طريق Watchdog سواء Watchdog Window او Independent و كذلك عن طريق Software و عن طريق Low Power Management Reset بالنسبة لي CLOCKS عندنا خمس انواع او خمس مصادر من CLOCKS اتنين High Speed واحدة Internal والتانية External و عندنا PLL و اتنين Low Speed واحدة Internal و كذلك واحدة External بالنسبة لي PLL ممكن الانبوت بتاعها يكون اما HSI او HSE مباشرة او HSE مباشرة او HSE مباشرة بعد كده سيستم CLOCKS هي اللي بتعمل درايفنج لـ AHB Bus و ممكن نعمل لها pre-scaling و كذلك بتعمل درايفنج لـ Preferral Bus 1 و Preferral Bus 2 هنبدأ دلوقتي نشوف ايه الـ Clock Configuration اللي المفروض نعمله ده طبعا مهم جدا ان احنا نعمل الـ Clock Configuration كويس علشان المايكرو كنترولر بتاعنا يشتغل مصبوط هنروح لي الفايل الخاص بالسيسم و ده الفايل او المثال اللي موجود هنا ده كان موجود مباشرة او و لما بنيجي نعمل بروجيكت كتيد بيكون موجود في البرنامج عندنا هنا في الاول بعض الـ Defines اللي بنختار منها السورس بـ Clock هنا السورس ممكن يكون او الدولة اللي موجودين على الـ Def Board في عندنا الـ HSID Internal فيه HSE كذلك External عن طريق كريستالة 8 ميجا فيه عندنا كمان HSE Bypass و ده بيستخدم الـ Clock اللي جاية من الـ Stealing بالنسبة لي الـ Parameter الخاصة بالـ PLL Configuration زي ما حسبناها والمرة اللي فادت عندنا الـ M و N و P و Q الـ Q دي بنستخدمها في النسبة لي الـ USB و SDIO و RNG اول فنكشن هتتم تنفذها من الفايل ده او اللي بتنزه من الـ Startup فايل بتكون الـ System Int بالنسبة لي الـ System Int اول جزء فيها بيتأكد او بيعمل رسات لأي كلوب كان موجود قبل كده وهدفها ان بنخلي الميجرو كنترولر يشتغل على الـ HSI وهنا الفكرة ان الـ HSI بتكون internal وبيكون الـ Startup بتاعها أسرع فممكن نستخدمها بسرعة بنعمل الأول Enable او بنعمل لها Setly الـ HSI On وبعد كده نعمل رسات لـ Configuration Registure و اي configuration خاصة بالـ HSI او PLL كذلك نعمل رسات لـ Configuration الخاص بالـ PLL و نعمل رسات لـ Bypass Bit و نعمل Disable لكل الانترابط النتجة عن الـ Clock بعد كده هنروح للـ System Clock و دي اللي فيها هنبدأ نعمل الـ Configuration الخاص بالـ Clock اول خطوة هنختار الـ Clock Source الـ Clock Source يأما HSE او HSI او E او Bypass مختارين احنا الـ HSE لـ External Clock و دي التمانية ميجا هرتس الكريستالة الموجودة على الـ Dev Board عندنا نعمل Enable او نعمل HSE On وبعدها هننتظر شوية لحد ما الـ HSE ready و عندنا هنا Start Up Counter او Counter بيعد الوقت اللي فيه من خلاله او الوقت اللي فيه هيكون الـ HSE ready لو حصلت Time Out دينا هنا لو قمتها كانت غير الـ Reset معناها ان هي تعمل لها كانت ready و اصبحت جاهزة ان احنا ممكن نستخدمه في الحالة التانية هتكون لو ما كانتش ready في الوقت المحدد هنحط الـ HSE status بصفر و بعدين هنكون عندنا Error أو Time Out بعد كده لو كانت بواحد زي ما قلنا ان هي لو كانت ready هنكتب القيم بتاعة الـ M و N و P و L و كذلك هنختار السورس بتاع الـ P L زي ما قلنا الـ P L ممكن تشتغل من الـ HSI او ممكن تشتغل من الـ HSE في الحالة هنا عندنا لو كانت الـ HSE مش ready معنا ان حصل لها failure او لأي سبب ان كان ما اشتغلتش ففي الحالة دي هيكون عندنا Error و مش هنقدر ان احنا نستخدمها تاني ففي الحالة دي ممكن نشوف اي clock source تاني نستخدمه او نعمل Reset او Error State كده عندنا الـ HSE جاهزة ان احنا ممكن نستخدمها هننتقل لي الخطة اللي بعديها وهي هنختار الـ Pre-Scalar الخاص بـ HB و Peripheral Tools زي ما قلنا عندنا الـ P L هتدينا clock 180 ميجا هرت فهنستخدمها مباشرة بدون اي Pre-Scalar الخاص بـ HB بالنسبة لي الـ Pre-Scalar الخاص بـ 1 و Pre-Scalar الخاص بـ 2 هنعمل لهم Pre-Scalar الخاص بك زي ما تكلمنا بمرة اللي فاتت هنبدأ دلوقتي نعمل الـ P L On وبعدين هننتظر لحد ما تكون ready كذلك ممكن نطبق نفس الطريقة اللي هنعملناها قبل كده في حالة انها لو مكنتش ready في خلال وقت معين هيكون عندنا فكرة دي خطوة خاصة بالـ Flash Memory هنختار هنا الـ P L انها تكون الـ System Clock وهننتظر ان الـ P L أصبحت فعلا عن طريق ان هنرى الـ Status بتاعتها فهننتظر لحد ما تكون فعلا هي الـ Clock الخاصة بالـ System Clock كده الـ Configuration الخاص بالـ Clock عندنا فونكشن تانية Update Clock أو Core Clock Update ودي مستخدمها في حالة ان احنا لو عملنا تقيير للـ Clock وحبينا ان احنا نقرأ الـ Register ونحدد الـ Clock المستخدمة ومن خلالها ممكن نعمل على سبيل المثال لو احنا كنا عايزين نعمل Clock 180 MHz ممكن نعمل كل الـ Function دي ونشوف الـ Clock اللي اتحسبت لعد كام وهل هي فعلا اللي احنا كنا عايزينها او لا في الخطوة هنا الاول حاجة بيرى الـ Configuration Register ويحدد من خلاله الـ Clock المستخدمة كـ System Clock لو كانت HSI هيحط قومتها مواشرة من اللي هي 16 MHz ودي إنترنال دخل المايكرو ودي كريستالة خارجية 8 MHz او لو اللي فوقت علشان يقدر يحدد اللي يقرأ اللي يجب على اللي يقرأ ومن خلالهم يقدر يحدد التردد بتاع اللي في الحالة دي لو ما كانش فيه اي حاجة هنعتبر الحالة ال default ال HSI value بناء على قيمة PLL ونرى كذلك ال pre-skilling فمن خلال ونقدر نحدد الكلوك المستهدمة او الفريكنسي بتاع الكلوك المستهدمة ك system clock كده خلصنا ال configuration الخاص بالكلوك هننتقل دلوقتي ال main function وهنشوف المثال اللي عندنا النهاردة عندنا اول حاجة ال push button من خلاله ان احنا نقدر نعمل software reset عن طريق ال interrupt اللي كسرنا ال interrupt هنعمل كل ال function RCC system reset الموجودة في RCC هنروح لل function system reset وهي ال function دي بتعمل كل مباشرة ل function موجودة في LCM SIS والخاصة بال system reset طبعا ال system reset هنا بيكون عن طريق software او بيسمى software reset وبيكون عن طريق ان احنا بنعمل setly bit معينة system reset request موجودة في ال interrupt control register application interrupt and reset control register ناخد بالنا هنا عندنا خطوة ان احنا بنتأكد ان مفيش اي عمليات memory او بننتظر لحد ما يحصل او تتم كل العمليات الميموري اللي كانت قبل كده بحيث ان احنا لما يجي يحصل ال reset ما يكونش في اي حاجة في الميموري ما تعمل لها حفظ او كانت معمول لها buffering ويهي مفروض ان هي تتحفظ فلو عملنا reset بسرعة ال data دي هتروح بعد كده بعد ما خلصنا كذلك هنتأكد ان الخطوة اللي احنا عملناها وكتابة register دي تمت فلازم برضو كذلك هنعمل instruction dsp وبعد كده هننتظر او نعمل endless y loop لحد ما هنتأكد ان ال reset حصل هنروح تاني لـ main function ودلوقتي لو ضغطنا على ال push button وحصل reset عايزين نعرف مصدر ال reset ممكن كذلك ان احنا نضغط على ال reset button اللي موجود على ال def board ونعمل reset مواحياتا او ممكن يكون عندنا power reset نتيجة ان احنا عملنا power only ال def board ففي الحالة دي هنكون عايزين نعرف السورس بتاع ال reset ونروح لـ function detect reset source في ال function detect reset source هنقرأ الاول RCC clock and control وده موجود فيه flags كل flag بيحدد نوع ال reset اللي حصل الاول حاجة هنشوف هل حصل software reset ام لا لو حصل software reset هنعمل reset source software reset وبعدين هنمسح الفلاج كذلك هنشوف لو حصل power on power down reset او لو حصل low level on nrst pin عندنا هنا في حالة reset source لو كان power on power down مش هنعمل clear لـ reset flag لان في حالة الميكرو كنترولر وهو تعمله power on وحصل reset نتيجة power on ممكن كذلك يكون يحصل بعديه reset أو يحصل low level على nrst فهيجي ساعتها reset ثاني ومش هنعرف نحدد هل reset ده نتيجة power on power down او نتيجة low level على nrst وكده كده في حالة power on power down كان ال register اصلا معمول له clear وما كانش فيه اي set لأي flags ففي الحالة دي هيكون power on power down هو الفلاج الوحيد اللي موجود اما على سبيب المثال لو كان حصل عندنا power low level على nrst ففي الحالة دي ممكن يكون كانت ال power موجودة فعلا ويحصل low level على nrst فهيفضل reset register او الفلاج اللي موجود فيه هتفضل زي ما هي ولو ما عملناش remove للفلاج هنقرأ كذلك ممكن نقرأ software reset اللي كنا عملناه قبل كده بعد ما حددنا ال reset source عندنا هنا static variable محددين في ال reset source في main function هنعمل كل function process reset تعمل ترن اون للغرين لد او ترن اون للغرين لد او ترن اون للغرين لد بناء على ال reset اللي حصل لو كان software reset هنعمل green led on وبعدين ننتظر شوية ونعمل لها off لو كان ال reset نتيجة low level على nrst هنعمل red led on وننتظر شوية وبعدين بعدها ال red led off لو كان power on power down هنعمل green led on وبعدين ننتظر شوية وبعدين green led off وبعدين green led on وننتظر شوية وبعدين نعمل green led off هنعمل دلواتي build لالソفتوير و بعدين هنعمل programing لالدف بورد نعمل turnon لالدف بورد و بعدين نعمل program chip و بعدين نعمل program chip هنا زي ما احنا شايفين الجرين ليد بتنور وتطفي ودي معناها ان هو حصل صوفتوير ريسيت وده نتيجة الديباجر عمله سيستم ريسيت هنطفيها ونشغلها مرة تانية وزي ما احنا شايفين الجرين ليد بتنور وتطفي ويبعدها الريد ليد وده معناه ان الريسيت اللي حصل نتيجة باور اون باور داون لو حبينا نعمل صوفتوير ريسيت هنضغط على اليوزر بوش موتن كده حصل صوفتوير ريسيت وزي ما احنا شايفين الجرين ليد بتنور وتطفي لو حبينا نعمل لوليفل على الرست بن هنستخدم الريسيت اللي موجودة على الديباجر وزي ما احنا شايفين الريد ليد بتنور وتطفي وده معناه ان في لوليفل على الرست بن نتيجة عمل ريسيت اخر مثال في درس النهاردة عن الكلوك اووت سيما هنعرفين الستم32 فيها خاصية ان احنا ممكن نعمل اووتبوت للكلوكس اللي عنده اه في المثال بتاعنا اه طبعا في البداية لازم الاول ان احنا نعمل اه كونفجريشن للجي بي اي او اللي هنستخدمها اه في المثال بتاعنا هنستخدم اه الجي بي اي او بي اي تمانية ودي طبعا محددة ما ندورش نستخدم حاجة تانية عندنا اتنين مايكرو كنترولر كولوك اووتبوت واحد واتنين هنستخدم مايكرو كنترولر كولوك اووتبوت واحد ودي ثابتة البن بتاعتها بي اي تمانية هنعمل اووتبوت له الاتش اس اي ودي زي ما قلنا الكريستالة اللي موجودة على الديف بورد وقومتها بي تمانية ميجا هنعمل انابل لي البورد اي ونختار الالترنيت فونكشن زي ما قلنا ان في حالة الكولوك اووتبوت لازم نعمل الكونفجريشن للجي بي اي او بن كالالترنيت فونكشن هنختار السبيد ميديم ونختار بول اب ونعمل الالترنيت فونكشن بتاعنا اللي هي خاصة بالكولوك هتكون كومتها بي سفر هنختار السورس بتاع الام سي او واحد وفي الحالة بتاعتنا لو عايزين نختار اس اي هنعمل ستلي البن رقم واحد وطبعا هنمش هنعمل بريسكيلر فهتبقى قيمة الكولوك زي ما هي تطلع تمانية ميجا هتس لو حبينا نشوف الكولوك هنستخدم اللوجيك انالايزر هنعمل ستارت وعندنا هنا الكولوك بتاعتنا اللي حصل لها او بود زي ما احنا شايفين الفريقونسي بتاعها تمانية ميجا هاتس وده شكل الكولوك اللي تعمل له او بود بكده نكون وصلنا لنهاية درس النهاردة ونلتقي ان شاء الله المرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة